اجتمع مع حسام عبد المجيد بعد مباراة المقولين لانتهت اثنين اثنين غاضب وبشدة من اداء حسام يدرس منحه راحة من المشاركة واعتماد على لاعب اخر بجوار الونش الكولومبي شاهد تسجيلات بالفيديو عديدة لحسام عبد المجيد ورصد ان اخطاء اللاعب عديدة في الفترة الاخيرة وابرزها بحسب الكلام اللي قالوا والتقرير الفني عنه عدم التمركز الجيد في بعض الاحيان عدم التوقع الجيد تراجعه في الالتحامات مع الكرات العرضية بجانب فقد تركيزه خلال الهجمات المنافسين والتي كان اخرة في مباراة المقولون وتسببت في هدف التعادل للمنافس في الدقائق الاخيرة